بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ابتدعوا الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقد في الغرى للكريمة والجباة وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص نيترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والا وأستنجد به هداية لسلوك السبل الوابحة الجليا وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامر بحلا وأستعين بحول الله تالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أضطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطرب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماحما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة ابن كعب بن لوي بن غالب بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتباه ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبا ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت ثرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم نسبيا إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتما هو منتهى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أوردنا الزين العراقي والده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لإسمه تركوا السفاح فلم يسبوا معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غرريم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليك